اهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام بصير نرحب بالصحفية الاستاذي الساو سنمهنة اهلا وسهلا فيك بداية الاتفاق الشهير اخر تك لانه بين اتفاق بما في اتفاق راح ينمضى الاتفاق برأيك اول شي انه اذا نحنا لو نحنا بدولة طبيعية كنا فينا نقول عنه هيدا اتفاق تاريخي بالفعل يعني بلاشت متل ما بلش طايفة بالسابق نفس الجنة اذا نحنا بدولة طبيعية انا مكت عم اسمع وعفكرة اتفضلي لو نحنا بدولة طبيعية كان الاتفاق اتفاق تاريخي فعلا لانه هيدا الشي بيضمن لك انه انت هتعيش بسلام بالقليل لا لا نحنا نحنا جي الحرب يعني خلقنا بالحرب وبعدنا الى هلأ بالتوترات لو هيدا لو هيدا الصفقة اذا بدنا نسميها بين اهلالين ما انه ما حتروح لالطبقة الحاكمة ولا يتوزعوا لا يوزعوا الغنائم بين بعضهم وما حتكون صفق التسويات بين بعضهم اوكي يعني داخليا مين ومين عم تقولي بين بعضهم طبقة الحاكمة كل النزام كل النزام يعني هلأ حاكم يعني هنه هنه مواليين لحزب الله يعني حتى ما نحنا بعدنا ما عارفين هيدا التسويه يعني يعني فجأة كان وصلت لهم حل انه اسرائيل ما بدأ ما بدأ نقطة طبعا كان كله مناورات كان من الجانب الاسرائيلي او من الجانب اللبناني لانه بالنسبة لها اسرائيل هيدا 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 صفقة محلمت فيها من 83 طبعا 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 من 83 هي ما كانت تحلم انه رح تقدر تعمل سلام مع لبنان يعني هو فيه حزب الله ليش نحنا فتنا بمرحلة سلام كله هني اليوم الاعلام المقرب من حزب الله عم بيقول هيدا تعيين اتفاق اتفاق تعيين الحدود تعيين الحدود عم يستعمل هالعبارة نحنا شوف شوف التعبير هلأ رح نحكي شوي عن التعبير يا اللي انكتبت بالمفاوضات هيدا التعبير نحنا مضلنا مشينا عليها كل حياتنا طيب شو الفرق بين انه انه انت جيب شركة توتال تتفعلون للاسرائيلية وانه انت تكون عم بتطبع اقتصاديا مع اسرائيل يعني شوف شوف الفرق بين شركة توتال تقول هي رح تتفعلو لاش هي انت اقضي اصدق انه عم بتشيل من 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 أرباح اللبنانية وده تعطيها لإسرائيل هذا هو آخر الاتفاق لكننا عجلت بالحديث وصلنا لآخر شيء الطبقة الحكمة هي عارفة كل السلطة يمكن حتى موالاة ومعرضة لا نعرف ماذا سيحدث دعونا نرى شخصية رئيس الجمهورية هنا نعرف مزبوط ماذا كانت التسوية تحت الطاولة كرميلا ليسوا باتفاق التفاوض نحن وين وقفت مفاوضات؟ وين وقفت الجيش؟ وقفت على الخط 19 وانه بده 1430 كم ربع هني رجعوا لورا رجعوا على 860 كم ربع يلي هو كان اتفاق الإطار يلي حكي عنه الرئيس نبيه بري مزبوط فهي أول نقطة ثاني نقطة شو قالت إسرائيل إسرائيل كان في عندها هي خط الطفافات أو العوامات أو مش عارفش بسموه طفافات هيدا الخط يلي هو بيمتد نقطة 91 أو 91 أو 31 خليني بس من شان لأول النقاط مزبوطين النقطة 31 شمال الخط 23 بالنسبة لإسرائيل هيدا الخط هو حدود الدولي مع لبنان أوكي لبنان موافع على هيدا الموضوع لأنه قال إنه هي عم بتتعدى حدودها فاقترح هيدا لأنه بأثر على الترسيم البري على الترسيم البري نعم وأيضا البحري لأنه بدون يعرفوا هني عم بيرسموا بدون يرسموا كانوا على أساس كمان إجوا بمرحلة معينة من المفاوضات ترسيم البري والبحري بيمشوا مع بعض هلا المهم هيدا النقطة قالوا بنسميها نقطة أمنية ومنحط عليها الأمم المتحدة قال لبنان قبل أول شيء قال لبنان أنا بكون يعني هيدا النقطة بتكون تحت سيادتي أنا رفضت إسرائيل رجع إجا إقتراح أنه تستلم الأمم المتحدة أو القوى الدولية العامة بالجنوب رفض حزب الله أوكي فهذه النقطة بعد ما تكون نقطة أمنية صارت نقطة نقطة نيس زيادة؟ لا سموها نقطة أن تكون نقطة يعني غير قابلة يعني بعدها هلأ غير قابلة للترسيم أوكي من نقطة أمنية متنازعة علي متنازعة علي ولكن هيدا المنطقة بدت ترتيبات لوجستية أوكي فهيدا منطقة حرة هذه هي هيك سموها سموها منطقة حرة إذن هيدا النقطة التي هي منطقة حرة وهي مصري ليس كثير كبيرة بقيت التي يربطوها بملف الترسيم البري أوكي من هونكي وفقت إسرائيل أنه أوكي منتركها نرجع ونحكي فيها بعضين هيدا رح تظل نقطة نزاع ليش؟ لا بكرة بالمستقبل يقول الحزب نحنا بعد في عنا نقطة ما تحررت مثل مزارع شبعة أوكي يعني هيدا النقطة رح تظل عالقة لنبدأ بالترسيم البري ونحنا بنعرف ترسيم البري بيرتبط بسوريا كمان فمن هون مشت المفاوضات ومشي ملف الترسيم هلا إسرائيل عم بتقول أنه بدأت عرض الاتفاقية على الكنيسة وهيدا لأنه بتحترم شعبك بس إذا بتسمحي لي يعني كل هيدا اللي شهدناه نحنا من نزاع على الحدود ومن نقطة الانطلاق إلى 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 ما يعني اللي وصلنا له هو بس حفاء كان حزب الله عم يدفوش فيه حفاظا على وجوده لأنه وجوده مرتبط بهيدا بموضوع الترسيم يعني إنه إذا نحنا إلنا عكس هيك منكون عن جد يأمع من يعني ما عم نحترم عقلنا ما عم نحترم بتفكيرنا ما عم نحترم أبحاثنا ما عم نحترم كل الموطيات اللي بين إيدينا يعني من مصلحته حزب الله يضال في نقاط خلاف هلأ حزب الله عنده سلاح وهيدا سلاح هو صر له من فترة خلينا نقول من بعد 82 خلينا نقول بعد اتفاق الدوحة هو بعد اتفاق الدوحة يعني 82 وهيك كان بعد مقنا على بالفترة اللي بلش يأثر فيها يعني صحيح لما صار يفوت بالسياسة لما صار يقلل الرأي الأكبر بالسياسة لما صار يحط سلاحه على الطاولة ويقول يفرض يعني فرض باتفاق الدوحة صحيح نعم هلأ بعد اتفاق الدوحة هيدا سلاح عابين حكى بستراتيجية دفاعية طيب هلأ إذا حكى بستراتيجية دفاعية وقالوا له حددتك يا حزب الله سلاحك ما بقى له عازل نحنا لحدود ما بدنا نسميه تطبيع ما بدنا نسميه سلام بس على القليل يفي عندك أنت هدنة لأجل غير مسمى حاليا لأنه نحنا بطلنا عم نتعامل بس مع اسرائيل نحنا عم نتعامل مع مجتمع دولي نحنا عم نتعامل صرنا اقتصاديا يعني لما تفوت توتال وتفوت الدول باستخراج الغاز نحنا ما بقى فينا نعمل حرب ساعة البدناء نعم ما فينا لأنه حتى إذا نحنا دربنا منصات اسرائيل هي هتدرب هترد علينا ما هي استعجلت لأنه ما كان تحلم ما كان تحلم باتفاقية هيك يعني برايك هالاتفاقية هي سلام؟ هي متل متل كأنه عايشت اسرائيل طب ليس سلام ميني سلام ميني سلام يعني تطبيع يعني تطبيع طبعا نحنا حتى لو ما حدا بده يعترف ما راح يجوا يقول لك نحنا عم نطبع مع اسرائيل ما حدا هيقلك بس شو معناتها بكرا لما يبلش تشبيك الأنابيب الغازي اللي حتى بالاستخراج هنعرف نحنا الأنابيب تبعنا تحت الأرض وين رايحها كيف راح تمرق إذا راح تمرق عبر اسرائيل أو أنابيب اسرائيل هتمرق يعني ما نكذب على بعض يعني هو أنبوب يكون رايح مع الأنابيب مشتركة مع بعض راح تمرق حصوب أوروبا والكل بدي يشبك عليها أبروس إسرائيل مصر كل دول كل منظمة شرق الأوسط يعني هي تعتبر دول صحي راح تكون مشبك يعني مشبك مع هيدل طيب طيب هون يعني شو عم نقول للعالم إذا المواطن العادي ما قاعد يفكر وشغل راسه بس ما ليه طب نحنا كأصحاب رأي بهيدا البلد ما مش فاهمين إنه لأ مش مزبوط هيدا الحكي فيه شي اسمه تطبيع اقتصادي حتى لو كان من خلف الستار حتى لو كان مزيّن إنه نحنا المقاومة هلا أنا ما في ينكر يمكن المقاومة عبر الدرونس تابعولها قدرت فرديت أو عجلت باتفاق الترسيم ممكن ممكن حزب الله عن جد هو كان له اليد الأكبر إنه عجلوا هيدا الاتفاق وإجاد الاتفاق كما هو ولكن بعدين يعني هيدا الاسلاح لازم يروح الديبو طالما نحنا وخلصنا رسمنا الحدود أو عم نرسمها للحدود بس هون قبل ما كمل فيه نقطة بدي أولا انه إسرائيل حتعرض الاتفاقية على الكنيسة كان مالي وفع لي وحيدا الجماعتين يحكي فيها رح نقشها خلال الجماعتين خلال الجماعتين طب ليش نحنا شعب اللبناني ما بيطالب إنه هيدا الاتفاقية شوفها مجلس النواب نحنا كناس مش هيدا سروتنا ما بيكفي إنه الرؤسة الثلاثة لأنه منتوجه واحد متفقين بين بعض مبارح النائب سليم الصايغ زار دولة الرئيس نبيه بره وطلب منه إدراجها الاتفاقية على جتوى الأعمال مجلس النواب كرمال يطلع إليها الأفريقاء كلهم ياخدوا عرار فيها طيب برأيك الرئيس بر ما رح يعرضه؟ ما بعرف يعني نحنا فيه أمور كتير يقولوا رح يعرضوا أو فيه يعني مثل المرسوم بسيه بالأنون مفترض تنعرض مية بالمية ما أنت هيده سروتك وثروة ولادك ولاد ولادك من بعدك ما هيك أجيل الجاي طيب نحنا في عنا سروات كتير بالبلد راحت بس هلأ هيدا يمكن آخر ثروية بيتمتع بها لبنان ما سرقوة ما سرقوة بعد ما سرقوة ما سرقوة باندين 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 يعني جاي جاي دورة يعني بالقليل تنعرض الاتفاقية على مجلس النواب خلي مجلس النواب ما هو ممثل الشعب يخيم علي يحكوا البدنية يتقاسموا البدنية بس نحنا نعرف عشو وافقتها الدولة اللبنانية طيب هل وافقت تتخلى على الخط 29؟ ليش؟ طب رجعت على الخط 23؟ ليش؟ هل قانا فيها؟ هيدا الحقل الوهمي اللي هو حقل نحنا بعدنا ما بنعرف إذا في غاز أصلا هل في غاز فعلا متل ما نحكى؟ طيب هيدا هاي الاتفاقية هل ستسري على الحدود على الأبار البشمال؟ على يعني منطقة الشعب أو مع أبروس أو مع أبروس هلأ طبيعة الحال وقت ما بيتم الاستعانة بمعايير معينة قانونية حتى واتقانية بجنوب أكيد رح تطالب بكرة سوريا بنفس الشي وأبروس رح ترجع تتخلى على الاتفاقية اللي هي عندي أو ترجع تطالب من واحدة بالاتفاق برأيك الاتفاقية اللي صارت بهاتطريقة هي كمان لمصلحة حزب الله تم يقول انه لم يتم استعمال معايير الدولية أو القانونية أو يعني هيدا الموضوع منه جدي يعني هيدا الموضوع منه ترسيم يعني هيدا الموضوع عم بقلك هن يتركوا نقطة مقصودة يعني هن يسابون الوضع يتركوا هيدا الجاب يلي موجودة بكل بكل صغرات كرمالتا بعدين يقولوا نحنا هون يقام علي ما كنا منتبهين خلينا نرجع لورا وما كنا منتبهين مثل الاتفاقية اللي بعتقد بال 2016 أو 2006 ما كبرس وقتها لما كانت بلشوا يعملوا مسح للأبار الموجودة بالجنوب اللبناني بالنسبة له حزب الله هيدا المنطقة الحرة يعني هي حتكون حتضله بلد ترسيم هيدي حتضله نقطة نزاع يعني هلا بيقول لك مثل ما زارع شبع ما في بعض منطقة بحرية بحرية والآخر وإسرائيل دعونا نكون صريحين إسرائيل لا يهمها يترسم إسرائيل بهمها يصير عندها أمان على حدودها الشمالية لن تستخرج جنفت لأنه غاز إسرائيل من سنين كانت جاهزة مع أنه عمت مناوراتي كثير وأنه الاتفاقية مانا ليس لمصلحة إسرائيل وأنه تحدغت حزب الله وكله هذا كله انتخابات مثل ما نفس الشي باللبنان يعني مثل هونيكي يعني حتى لو وصل نتانياهو ما بيقدر إذا وفعت عليه الكنيسة ما بيقدر قانونا ما بيقدر وحتى في حدا مسؤولي قضائي اليوم سمعت الصبح إسرائيلية عم بتقول أنه يكفي موافقة الحكومة على الاتفاقية لتصير سارية المفعول يعني ممكن ما ينتظروا الأسبوعين تبع الكنيسة يعني لبيد قادر يأخذ القرار حتى لو حكومة مستقيق بتصريف أعمال بتصريف أعمال مية بالمية أكيد بيقدر يأخذ نعم هيكي كانت عم تحكي بكرة نجيب مئاتي على حجته كمان بيوم دي نجيب نعاتي راحة نيويورك وخلصنا يعني الخرصة الخبرية من وقت الراحة بنيويورك خرصة الخبرية أمنة أمم المتحدة أو لأ من نتريكا هيكي بدأ هذا الاتفاق شو راح ينعكس على الداخل الإسرائيلي خاصة على الانتخابات راح يعلي حظوظ نتانياهو بالعكس بده يعلي بده إذا توافق على منافل الترسيم وصار في أمن بالشمال شو بيهمهم إن الإسرائيلية أكتر من أمنوا وإنه تصير المستوطنات يعني موجودة بالشمال الإسرائيلي عايش بأمن وسلامه تبطلت تخاف من مسيرات حزب الله ومن حدودها تظل مهددة لا بالعكس أنه بعتقد أنا رايحة لبصلحة لابيد ما هيكون نتانياهو نتانياهو كان عم بيحاول قبل يحاول يقلب الرأي العام على حكومة لابيد كرميل يعني حتى أمريكا هي تدعم لابيد وحتى أمريكا دخلت بكل قوتها لأن أمريكا هون إذا بدنا نحكي شوية نروح شوية دولياً وإقليمياً أمريكا بعد قرار بتخفيض الإنتاج فأمريكا عم تدور على مصادر للطاقة فهي يمكن تروح على التوافق يعني يتعجل باتفاق فيينا اتفاق النوبي مع إيران كرميل بدا هي حتى الاتفاق فيينا ممكن يرسع على نتيجة معينة من بعد كل اللي شدناه مثل البورصة نهار فوق نهار تحت نهار فوق نهار تحت تعتقد اتفاق فيينا أعتقد كل المؤشرات بتقول إنه إيران قدمت خدمة كبيرة بموضوع الترسيم لما قالت أنه أنا في يمون على الحزب أنه يقول أو يطلع منه أو حتى اليوم حطينه بوطن إمرر أو شيء صحيفة إيرانية صفحة أولى حطين بالخط العريض حزب الله انتصر بلا حرب أعتبروا انتصار انتصار عم بسوقوا على اساس انتصار يعني أنا ماشين مع الأمريكان إذا بإيران عم بسوقوا إنه هو انتصار شو عم بتقول إيران؟ عم بتقول لأمريكا أنه أنا بكل المرحلة الماضية أنا كنت عم بحقق لكم لبتكن يا رغباتكم بالمنطقة العربية وهيدا حزب الله بسألت له ام روح مشي بالترسيم لو ضل الحزب يقول أنا ما بدي ومشي موافق ولأ بعد في حدود ولأ بدي بعد هلأ بعد في يقول يطلع الحزب يقول بدي حرر القدس من الجنوب اللبناني بدي يفوت على بعد في يقول لأ هيدا الكلمة ما فيه بعد في يقول لأ صحيح ما بقى بدو عيني حساباته بدو عيني حساباته يوم المنطقة صرت منطقة اقتصادية وفي عندك شروط في عندك شروط بدك تدفع إذا أنت أخليت به هيدا الشروط يعني نحنا فوق ديوننا بيزيد علينا الدين وعادة عن هيك انت مش بكرة بدك تبلش تستخرج الغاز صحيح نحنا ما فيه عندنا كل البنيات لكل استخدار طبعا هيدا منو موجودة اي فكرمال هيكي هلأ الحزب بدو يعد للمليون مرة قبل ما حتى بعتقد بعتقد حيكون في شي لأسلاح حيكون في موضوع استاتيجي برأيك ممكن تنبحث بشكل جدي وتتناول موضوع السلاح بس ساعتها لكن يعني اليوم إذا فازت إيران بهذا الطرح لا مفترض يبقى سلاح مش مفترض ينحط له استراتيجية هيا بسرفي عندنا لما هي انت بتجي على مرحلة سياسية نحنا بوقت الحرب الاهلية ميننا مش كانت ميليشيات مسيطرة على البلد حزب الاشتراكي والقوات وا 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 اجت سوريا اجت سوريا شعر من اشارة وقتها مش صحب حدا كان يفكر يتخيل يوم القوات اللبنانية بدى تسلم السلاحة بس هيدا سلاح كان ضد سوريا اليوم اذا سلموا البلد واليوم كان فيه اتفاق مع ايران نعم ليش بود يدقوا بحزب الله بالعكس لازم يعززوا وجود حزب الله لا جدوى من هيدا شو بعد فيه له غاية سلاح انت شو بعد بس كيف رح تستفيد ايران بالقوة السياسية اللي عندها ما فيه انت رح ينتهي الحزب الله الى قوة سياسية بالبلد هو قوة سياسية هلا هو شو عم يعمل هلا الحزب هلا هو بسلاحه عم بيمشي اللي بدو مية بالمية بس مش السلاح هو مش عم بحط هو القوة اللي بيمتلكها اللي عطيها هيدا سلاح طيب لما عم ينحكى عن مؤتمر الدولة وعم ينحكى عن تسوية اقليمية دولية بدو يكون لبنان من خلالها نحنا شو بعرفنا هيدا التسوية شو حتكون مين حتجيب رئيس ومين وشو حيكون المتالة اللي نحكى عنه لماذا الرئيس رح يصير بهال تسوية الدولية طبعا انت مفكر بكرة ما حيكون فيه نصاب بس انه مين رح يطيير نصاب الطيار الوطني هني قالوا لا طيار الوطني الحور ما بيقري طيار نصاب وحده يعني وحلفائه وحلفائه يعني لما قال لما قال جبران بسيل بعدنا ما حكينا نحنا بعد ما انطرح اسم جدي وعمل ورقة وعمل يبرم يعمل جولي على المسؤولين او على الفعاليات بالبلد وطلب طلب موعد النوات قالت القوات ما حطتي الحزب الاشتراكي قالوا بهاليومين نحدد لك موعد طيب شو معناتها معناتها انه لوحات على المجلس النواب بعدها ما يعني دون جدوى يعني بس تسجيل تسجيل الجلسات ودعوات للجلسات يعني بعد ما في الاسم أو ورئيس بري طبعا ما رح أدعي إلا ما يكون في صار نوع من التوافق على الرئيس على اسم الرئيس ما رح يدعي لأجلسة ايه أكيد طب ما هو قار كمان لأكتر من وسيلة إعلامية لما قالوا له أنه أنت ليش حددت 13 شهر وأنه عم بيقول عم بيقول التيار أنه هيدا موعد كتير مستفاذ قال له أنه ما كنت منتبه ما كيف يعني ما منحكي الشيء والفعل ما انتبه لا ب 14 أيلول ولا ب 13 شهر ولا 13 شهر وأنه هيدا وقت أنه هيدا تاريخ 13 شهر بل كي هلأ مش متبه أنه ما فيه توافق يعني ما منحكي طيب الحين وفتنا على الملف الرئاسي التغييريين برأيك شو عم بي شو عم بيكون أثر تحركهم على الملف الرئاسي هل هو سلب ولا إيجابي بصراحة بعضهم ناتر يعني لا سلب لا إيجابي بس أكتر عم بيفيدوا موقع السلطة يعني طالما هني بعضهم مش متفقين أو مش عم بيروحوا ككتلة يتفقوا مع المعارضة على اسم على اسم معين يعني مرات نسمع أنه تغييرين حيتفقوا مع تيار الوطني على اسم حدن ووزير زياد باروت مرأ أوقات منقول أنه هني مش موافقين بعد على ميشيل المعوض لأنه ميشيل المعوض من عائلة السيسي لا مش بس اك شي جديد لا ما علي هني خلوش حدا من الطبقة اللي قالوا كلهم يعني كلهم إلا ما زاروها بمكتبة يعني وقعدوا معهم ما علي انه شو لا البرنامج الرئاسي تبعا ميشيل المعوض فيه بند مش عم يتفقوا عليه أو هني مش متفقين على أو شي هكي لحد هلأ تغييرين مش على قد ما الناس توقعت مش بس توقعت عطي تأمل يعني الناس حتى تأمل بهول التغييرين النواب التغييرين ما كانوا على قد ما تأملنا فيهم أولا لأنه مش متفقين بين بعض ما في كلمة التانية لأنه يتصرفوا التصرفات ما كنا متوقعين يعني مش معقول يرحوا يقعدوا مع علي حسن خليل يعني هو مطالب في دعوة بحقه بملف تحيي ترجير مرفق يعني هيدا الملف يقازي اللبنانيين ميزية هالسور صحيح بعدين قعدوا مع جبران بسير هيدا غير موضوع بالسياسي بس نعم بس مهنة كمان قالوا أنه هو من كلهم يعني كلهم يعني ما فيك أنت تحكي شي قبل ما توصل وبس توصل لأنه لدرورات الكرسي تصير تحكي شي يعني حتى لو عم يعملوا للمصلحة العامة اللي هي تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية اه اوكي كانوا يشوفوهم بالبرلمان ولي بدوا يروحوا على مكاتبهم ما فيه بيقدروا يتحاوروا مع بعضهم داخل قبة البرلمان اللبناني ليش بدوا يروحوا على المكاتب اللي راح يعطل الجلسة هالمرضة من ضمن الرئيس برري كتلتوا لرئيس برري بعضهم الرئيس برري اليوم كمان قالوا منهم متفقين يعني منهم مرشحون اسلايماني فرنجية بعضهم غير متفقين على اسم حتى الثنائي الشيعي أو المعارضة بعضهم مش متفقين يعني يحكى انه أمين عام حزب الله السيد حضر نصر الله بدوا يدعي مرة تانية جبران باسيل واسلامان فرنجية اللي عنده لمرة تانية يقولوا شو لازم يعملوا بين أهل اللين أكيل بس هو كان عزمون على الإفتار من فترة فهلأ بدوا يبعت وراءهم كلمال يرجعوا يتفقوا على شخصيات الرئيس علما علما انه التسريبات التي سربها الحزب انه مش ضد قائد الجيش يوصل للرئاسة هيدا شي ملفت هل هو أصدق؟ الملفت أكتر انه ليه بعد ما سمى حدا يعني لا الوزير الفرنجية ولا كتير حلو هيدا السؤال ليه بعد ما سمى حدا لأنه الحزب ناطر التسوي اللي هو من ضمنا كان ملف التفاوض تما يتسجل ليه اسم ويبين انه تراجع عنه تيقول انه هو مع الكل سواسي يعني هو لا بي دعم حدا ولا ضد حدا يعني هو بعده ومثل ملف الترسيم قال أنا خلف الدولة اللبنانية ولما شوي حس انه الدولة اللبنانية عم تتقاعس أو مش متل ما هو بده طلع وعلى صوت وطلع 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 وأكتر بعت المسيارات تبعه على منصة كاريش ما هيكي فالحزب بعد ولا حد هلأ هو المقرر الأوحد والأكبر إن كان بالملفات السياسية اللي عم تنترح منها البنك الدولي والشخصية الرئيس الجمهورية كرميل هيكي منشوف نحنا إنه الدول الأجنبية أو دول المؤثرة باللبنان إن كان فرنسا أو الليلة المتحدة بهمهمون كتير أي الحزب كرميل هيكي فرنسا دائما على تشاور طبعا فرنسا مش عم تتشاور مع الحزب أو بتعمل زيارات للحزب عبر السفيرة من غير من غير تنسيق مع الولايات المتحدة أوكي واليوم مع السعودية حتى خففت شوي من هيكي لهجتها تجاه رهجتها تجاه الحزب السعودية لا يعني بعد دخول السعودية على الخط صارت لاعبة أساسية اليوم السعودية بهذا الموضوع خففت عم بحكي فرنسا هيكي رهجتها تجاه الحزب السعودية بعدها هي على مطاقة طالما الحزب هو حزب حامل السلاح وهو يهيمن ويقول عن نفسه أنه هو حزب إيراني هي ما رح تتعامل معه بس لما يصير حزب سياسي ويفوت ضمن المنظومة السياسية بالبلد ويصير يعني كأي حزب فاعل في لبنان هي معندها مانع بالسابع كان في تواصل بين السعودية وحزب الله ولكن لما تحولت منابر الحزب وخطابات المسؤولين لأنه هجوم على السعودية تحول أن لبنان منصة لتصدير مئة بالمئة ومش بس هيك منصة لإستقبال معارضة السعودية يعني هو الشيء نحن ما دخلنا فيه أبدا ولكن مع هيدا وكلو كانوا عاب يعملون مؤتمرات واشتتجمعات بالضاحية للمعارضين السعوديين فكيف هي بدت توافق وتقبل أن تتحور معه للحزب طالما هو بعده هيك طبعا ما في حوار ولكن نحن منشوف مع هيدا وكلو في مفاوضات بين السعودية وإيران فهل هيدا من ضمن هيدا اليوم هي خابصة كتير يعني اليوم ما في دولة إلا ما ما عم تتعطى مع التانية وفي مشاكل بين دولة والدانية فيه اليوم حركة غريبة على المستوى لأنه الحرب الأوكرانية الروسية حرب روسية خربية الدنيا ومش بس هيك نحن عن جد على بواب حرب عالمية ثالثة بعدنا لأهلأ نحن بحرب عالمية ثالثة بدون سلاح بدون عنف الحرب السيبرانية اللي هي أخطر وأقوى من حرب السلاح أوكي مع هيدا وكله نحن بعدنا لهلأ الدول الأوروبية يعني على بواب على بواب تكتير بدون يفوت بالملف الأوكراني الروسي ولكن قبل السؤال الأخير بموضوع ملف الرئاسة اللبنانية برأيك يلي عمل شهده اليوم ومثل ما حضرتك كمان عقبت على موضوع الفرنسي والأمريكي والصعود ترسيم الحدود رح يأثر على ملف الرئاسة نعم رح يأثر رح نروح باتجاه تسوية بتشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبل كمان هذا المؤتمر دعم اللي نحكى عنه أعتقد هلأ وزيارة وزيارة الخارجية الفرنسية نهار الجمعة مش بس منشان ملف الرئاسي أكيد كتير بهمة شركة توتال اللي هي بشنوب فكله دور على الاقتصاد الاقتصاد اللي بيصنع السياسات بكل دول العالم كلمان هيك اللبنان حيكون نقطة جذب للاهتمام طالما هو مشي هلأ بملف الترسيم طالما هو مشي بملف خلينا نقول تطبيع اقتصادي ما يزعلوا مني الشركاء بالوطن لكن هو هيدا اسمه تطبيع اقتصادي بهم كل كل العالم بهموا هلأ الطاقة الطاقة والغذاء هن هول العنصرين الأساسيين اللي بيحددوا سياسة اي دولة بالعالم خاصة الحرب الروسية الاوكرانية فرضت يعني نحنا يمكن منحظنا انه كان في حرب يعني من للأسف كلمان صرعونا صرعونا ملف الترسيم نحنا كمان بلد عائنا ويلات الحروب من سنوات وسنوات من السبعينات ونحنا بالحرب لحد هلأ مرتحنا ووصلنا لهلأ حرب اقتصادية فبعتقد انه كلها حتكون باكتش كاملة لرئيس الجمهورية ولا مرة ولا مرة لكان ضمن تسوية ولا مرة رئيس اللبناني كان انتخاب لبناني مية بالمية إلا بيكون تسوية بين دول القرار اللبنانية رح يرجع لروسية ووين رايح الحرب الروسية الاوكرانية برأيك خاصة من بعد موضوع ضم الأقديم من بعد التفجيرات اللي عم بتصير نعم لوين رايحين بهذا الملف روسية طبعا الاستفتائية اللي صار ناس صوتت حسب حسب الثقافة وروابط كتير بين هايدي الأقاليم وروسية في روابط عائلية في روابط لغوية يعني منه شي غريب مية بالمية منه شي غريب وأصلا أصلا أوكرانيا ما هي من ضمن دول اتحاد السوفيتي يعني كلهم يعني بتحس بوتين بحسوا بناتو يعني هؤل الدول اللي حوالي بده يرجع بده يرجع مش قادر قيسر روسيا أنه يستغني عنهم فبوتين خايف ومخيف بنفس الوقت خايف أنه هو هذا القيسر هاي الأسطورة الجيش الروسي اللي أكل أكتر من ناكسي وبيّن في ضعف بيقدر يدمر ولكن الجيوش تبين بحرب المدن يعني عم يفشل مرة بعد مرة عم يستعين بالدرونز الإيرانية التي تتخلص بقلب أوكرانيا فمن هون بوتين خايف على صورته بالوقت زيته هو قادر بأي وقت يضغط على الزر النووي ويفجر يعني علي وعلى أعدائي ممكن هيدا ممكن يعني تهديدات يقوم فيها أول شي هيدا رجل يستفز يعني تفجير جسر القرن لم يكن سهل وطبعا بعد التحقيات تبين أنه الاستخبارات أوكرانية هي التي قامت بالتفجير حسب الوسائل العلام الروسية وسائل العلام ولكن لا يوجد مأكد بعد تحياة تحياة حتى أنت لما تقول أنه عيد السبعين ومارلين موررو يعني هذا استفزاز حتى لنفترض لنفترض بعيد إنه ليس أوكرانية لقامت بالتوجير مستحق هذا استفزاز يعني أنت مفيك يعني ممكن يكون في حدا يلعب على الخط أوكرانية روسية قال بوتين بالسامة سامار كانت قال أنه في حقول شاسعة من أوكرانيا حقول القمح هني ملك شركات أمريكية والقمح اللي عم يطلع من أوكرانيا وما يروح لدول النامية أبدا عم يروح لدول أوروبية دول الغنية يعني وصل على أفريقيا من 121 شحنة أو شي طلع من أوكرانيا وصل ثلاث شحنات بس على كل أفريقيا معنات أنه مرة تاني بقلك الطاقة والغذاء هني اللي عم بحددوا مسارات سياسات الدول أيضا أمريكا بهذا الموضوع استغلت الأزمة أوروبا مع أنه هي اللي دفعت دول الناتو ليفوتوا بالحرب بس عم تدفع كثير كمان على واق في حد الأوروبية وحد ناتو عم قادرة غزة أوكرانيا وما تكون عم تخسر لأنه المواجهة العسكرية لا تكسر روسيا ما بعرف قدها هي ناوية تكسر بوتل أو ناوية تفرقل دانتو مثل ما بيقولوا باللبناني يعني ما بعرف قدها عن جد بيهم ما يكون هي الدولة الأحدية يعني حكب العالم واللي ما بقى بإيدها أصلا أمريكا تكون هي الدولة الوحيدة عم نشوف منظمة شانكهاي عم نشوف الدول الخليج بيانت بيانت قوتهم عم نشوف أنه في الدول يعني هن الشرق الأدنى صين هند باكستان كلهم هول دول نامية متطورة عم تتطور روسيا قدرت وقفت بوج كل الدول الأوروبية وبعد لحد هلأ مزبوط في ناكسات ولكن بعد ولحد هلأ بوتين هو صاحب القرار بالحرب الأوكرانية حتى يوم إسرائيل قالت نحن لن نزود أوكرانيا بمنظومة القبية الحديدية لأنه لا يمكننا نقاوم الصواريخ الروسية هلأ إذا دخلت إيران عن جد ومعنه لدرانز نجحت جدا بالحرب السورية والعراقية أثبتت نجاحها هيد المسيرات الاغتيالية الانتحارية هي قادرة كتير تسجل التقدم بالداخل الأوكرانية بعد أحد الكلمة الفصل لأنه من يروح هو أوكرانيا وشعبها أمريكا لا يهم أمريكا يقضي هناك بأخر الدنيا لو حارب بروسيا بأوروبا أو مجاعة بعد احتياطات قادرة تكون بشعبها وأمريكا تاريخيا من أفغانستان للسورية للعراق ما بهمة إذا مات مدنيين مقابل الجيوش يعني بهمة تنفذ سياساتها من هون اجت صرخت أو ما بلنا نقول صرخت نخضت أبيك بلاس وقالت أنه نحن بنخفض الإنتاج لأنه نحن كمان هي مباشرة رد على السياسة الأمريكية وتحجيم للدور الأمريكي هي اتنين شقان الموضوع لتخفيض الإنتاج أولا أنت بتعرف في السوق يعني عرضوا طلب نخفض العرض على البترول لأنه كل الدول تعاني من أزمة اقتصادية بالتالي رح ينخفض الطلب على البترول وبلش يوطى من سبتمبر الماضي شفنا بينزل سعر البرمي للنفط بس في نقص كبير بأوروبا نفط بأوروبا في نفط بس لكن مع هيدا لأ أقول لك مثلا نحن نحن في طوبير بالعالم نعم الدول مع فرنسا مع أنه عندها شركة التوتال عن جد كثير سوريالي المشهد أنه وقفين عم حطات البنزين من سنة الماضي أو اللي قبلها كانت هاي الدول المتطورة دول أوروبا مثلا في أمريكا كانوا يحكوا بطاقة خضرة ما هيك حدا نفكر باقتصادات هول الدول يعني هني بيعتمدوا في منهم دول تعتمد 80% من اقتصاد على البترول ما حتى كانوا هني عم يحاولوا يستغنوا عن ما يسمى البترول الإحفوري أو الصخري ما هيك هلا دول الأوبك أوبك بلاس مدنون جمعيات خيرية هني كمان بفكر كمان تجاري صحا ما بدون يوطل سعر البرميل عن 100 دولار أمريكا مدنى يعني أول شي مرتد أو تتعامل بشكل غير سوي مع كل بفوقية هي مفكرة أنه أنا بدي هاك يعني سياستي هاك أريد هاك فلازم أي دولة من الدول الحلفة التي تعتبرون حلفة لازم ينفضوا سياستي هون لا في اقتصاد في دولة عندها مصلحة في بترول ينزل سعر البرميل النفط عن 100 دولار فهنا أكيد بدون يدوروا على مصلحتهم هيدا بشكل اقتصاد لو كان ترامب ما كانوا أخذوا نفس الأغرى لو كان ترامب ما كان راح على الاتفاق النووي خلينا نفترض أنه الاتفاق النووي مشي وخلينا نفترض أنه نزاحة العقوبات عن فانزويلة ما هيك طيب ساعتها بيغرقوا السوق بالإنتاج تابعهم ساعتها وين بيصير سعر برميل للنفط صحيح يعني وممكن يكون هيدا الشيء بفكره تتغرق ردا على موقف كرميل هيك قلتلك كل الواشرات تقول أنه ملف الترسيم مشي لأنه أمريكا بده هيك كرميل هيك ممكن تروح باتفاق في فيينا وتشيل العقوبات عن إيران كرميل ترتعش شوي سوق الطاقة مظاهرات إيران خلفيات المظاهرات فعلا هل هو كرميل محسى أمينة كرميل القصة اللي صارت تحركات ودوافع خارجية تدخل اليوم بالسحة الإيرانية كرميل حكيتم هلأ قبل مقتل محسى أمينة كان كتير مؤثر على الشعب الإيراني ونحنا كنا نعرف أنه في مظاهرات اطلعت أكتر من مرة صحيح قبل مقتل محسى أمينة وبالنسبة لقانون الحجاب حتى رئيس إيراني إبراهيم رئيسي قال أنه ربما يجب إعادة النظر بقانون فرد الحجاب فرد الحجاب الإنزامي مزبوط أول شيء خرجت المظاهرات دعما أو استنكارا على موت المأساوي التي ماتت فيه بنت عمرها 22 سنة ولكن بيّن أنه لا هناك كثير مشاكل تعاني منها إيران الاقتصاد الأمن الاجتماعي وصولا أنه بدأت يطالب بإسقاط نظام وقالوا الموت للدكتاتور كلهم هل تجمعوا هلأ ممكن إيران دائما إيران بتقول أنه هذا الخارج وحتى تهمت إسرائيل وأمريكا أنه هن يحاولوا يقودوا الأمن الداخلي تبع إيران وكمان ضربت المعارضة الكردية بكردستان حزب بيجاك الكردي يعني إيران ممكن تصدر المشاكل بكتير سهولة ولكن ما بتقبل تتقبل أنه هي النقد حتى ممنوع ولكن اللي عم نشوفه صار للمظاهرات أربع أسابيع يعني معناتها عم تتطور وهلأ نضم لقلهم عمال مصافي التكرير للنفط معناتها في عندها إيران تعاني من أزمة يعني يعني يا أما هي بدأت حل أنا ما بعرف كيف بدأت حل هيدا تضغط برأيك ما قبل الاتفاق ممكن يعني إذا بنا نروح لكتير للنظرة تحليل مش تحليل حتى مؤامرة زي ما نقول مؤامرة ممكن يكون في دخل إلى بيت المتحدة لأنه طلع أكتر من مرة دعم أو كلام داعم للمرأة الإيرانية للانتفاضة المرأة الإيرانية من أمريكا صحيح هلأ أدا هي عم بتحرك المظاهرات نحن ما بنعرف منشوف بدنا ننطر إذا قمعت هيدا المظاهرات أو إذا استمرت أو قدي بدأ أو إذا صار الاتفاق واختفيت ممكن كثير يعني ممكن كثير سير اتفاق لأنه حتى لحد هلأ يعني بيعرفوا إيران بيقولوا الأعداد اللي عم تطلع أعداد بالنسبة للعدد الناس مش كبير ف يعني بكل الأحوال بكل الأحوال هيدا النظام هو نظام بحق المرأة هو نظام قامعي مش حف ولكن بدنا ننتظر الأيام الجاي لنشوف إذا ستستمر هذه المظاهرات ولا لا الصحفية سوسا مهنة أهلا وسهلا فيك برنامج لحكي بالسياسي شكرا لأي لك شكرا أهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا الكرام لهم نصلنا لختام حلقتنا شكرا على حسن المتابعة ونلتاع نحن ويكم بكرا إذا أراد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة